من جانبه حذر الرئيس الأوكراني فلودمير زلنسكي من أن روسيا تأمل في كسر المقاومة الأوكرانية خلال فصل الشتاء معاولة على مشاكل التدفئة وعشار زلنسكي إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يتسبب في تراجع زخم الدعم الغربي لكييف وشدد الرئيس الأوكراني على أن روسيا قد تستهدف بضرباتها الشركات والبنية تحتية التي تؤمن التدفئة في أوكرانيا داعيا الغرب إلى إمداد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي وحذر أيضا من تعمد قطع تام لإمدادات بلاده من الغاز لأوروبا لإجبار العواصم الغربية على البحث عن تسوية معه